هذا البرنامج برعاية مجمعات حوراء بغداد السكنية اشتركوا في القناة والخميس ارجع ضبطت المنبه وتجنط بالهول وشك ابدك المنبه وانا ما اسمح خابرني صديقي صديقي خابرني صديقي وقال لي منتظرين والطيار قال شلون ما اقلع خذ التكسي شرفك اعبر لي بالقصيدة ساحة عباس والكي ناين قول صعدت بالطيارة استرسل لا لحظة اخوان شباب لحظة انا ما اشتغل القصيدة بعدها ما نهضى لا بظل تقاطعني رجائعني انا اصب وصلنا للتكسي خابرت على تكسي وردت واحد زيان بس ثواني ورا خستك شباب ليش وقفتوا حركة حركة برنامج شعرك تفضل ستا وخابرت على تكسي وردت سايق زيان قالوا له على سايق ماكو من نسبع طلع ذيبو وقدرني وهنا لازم الجمهور يعرف انه انا قبل لا اصعد بالتكسي جبتوا يا ايزاد وملح ومي لاني في ذنب القصيدة دي قدام خرج طلع ذيبو وقدرنو ونكر ذاك الزاد اني قبل شو اذكرت اصح ايبو هس انا قتل الجمهور قتل ما راح اجيبو يا ايزادو وملح لي ان احتاجه بالقصيدة تمام وترى صاحبك ما جاي تحرك انت ما جاي شوفه تحرك حبيبي تهم طلع ذيبو وقدرنو ونكر ذاك الزاد يعوف السريع وعسنك يطلع وهنا فاتتك الطيارة وراحت الرحلة وبدأ غدر الذيب هو هنو انا بدت قصة حياتي ورحلة الغدر ما انت وايب ذيب انت ليش مشاكلك هو ايو يا ذيب علاقة ويا قوية احنا طبتنا سوى طلعتنا سوى اكلنا سوى شربنا سوى كل شي سوى بالحقيقة لا بالقصيدة طبعا احنا اليوم ويانا اول فقرة بالبرنامج انا جاي عنا متفقرات البرنامج وعنا متفقرات البرنامج مو يتحرك بس بالقصيدة لا استاذ خل تحرك احنا قاعدين في عدني خلrd ناص شوفنا تتحرك راح نحرك لك الكاميرا تدلل اليوم عد نظيف حبيجي يقعد قدامك ويسولف وياك لان عنده رأي مغير للي قلته اهلان وسهلن اهلان وسهلن انا راحب لا 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 بس هداد لا انتم ما بلغتوني ايج بس Conservative هذا مام بعد ياب استوديو هذا مام بعد ياب استوديو حرق الكاميرا اخري حرق الكاميرا استريح استريح أنا بس أريد فتهم أنت تعرفني أنا عدي شي وياك يمكن كامرتك مجا يحركو لك ياه حبيبي لا تغلص جاوبني على سؤالي أنت تعرفني أنا عدي شي وياك لا حبيبي بس تفاهموا ياه ما قدره والله حبيبي أنت ش تريد مني يوم امطلعني مسافر وياك يوم امطلعني أخوك يوم امطلعني غادرك نوبات عندك قصايد مادري موقفي شنو مادري بيه حتى موقفي مواضح اخوان احنا كبار هسه نقعد ونتفاهم أعزائي المشاهدين نروح احنا وياكم نشوف التقرير عن الذيب ونرجع يلا الذيب اليوم راح نسول فلكم عن الذيب الذيب اللي ما عنده لا صاحب ولا صديق يحب العزله ويحب الانفراد ويعتبر الذيب أحد الحيوانات الناجية من حادثة الإقراضة الجماعي بس ما قدر ينجي من شعران العراقيين يوم يمتحون بي الذيب رافقني لأني يدرين الذيب ويوم يشتكون منه الذيب يحد دنيا سافرت أنا وصديق وذيب بس الذيب هنا ما تحمل وطلع بتصريح كلش مهم وقال للكل عاوووووووووو انا ما مفتهمين انت ليه الضايج من الشعراء هذا كله ماركتنج اليك فديوم شفتلك شاعر ذكر بازونة او طيلي او الجريدي بشونه موتينيك الشعراء ياابه شنраф شن اماتيني الله يخليك انت شافر التنمر علي بالغابة انا اتعدت نفسيا انا انا راسي اردام التنم جحر hayır ما اقدر تدراني قليلات كل المواقع و الله هس منقابل بس ناشنالجيكورافك وجاعد لك أكتب لي بوست، أتورط التعليقات كلها ليش غدرت فلان شاعر، ليش عضيت فلان شاعر، ليش ما رحت ويا فلان شاعر شوف حبيب أسرد أقول لك شي تتحرك حبيب ملك علاقة بي استمر أنا عمر خمسة سنين فتحت عيني على الدنيا أنت يا قونتي شر بحياتي أم اثنين مني بالليل تحكي لقصة ليلة والذئب شتررت يدنى شوفك كلام منطقي يعني أنت ماتل الحجية وتريد تاكل بتهي والله لك هذا غزيل الدماغ يعني لك أنت أعلامي وإنت شاعر قصة تكونوا بهاي الرواية بشرفكم يعني أنا آكل الحجية ألبس ملابسها وتقمص شخصيتها والله شنو داقنا حفيدتها أنه أنا بيبيتها أقول لك أنا جاي تبلع عليك أنا هذل وصلني من أمي شعلياني؟ عمي هساني حيوان وكلتها لا بحشوف أشوف لا أنا حيوان أنا حيوان وكلتها والبست ملابسها وتقمصت شخصيتها وقشمرت على حفيدتها بس قل لي شون يجي الحطاب ويشق بطني ويطلعها كل شي ما بيها يعني بشرفكم هاي قصة أطفال هساني ذي بخفت منها أخوي أنا معلي هاي قصة جايبة مشاهدات هزي شل علاقة قصة خريط مخريط و بالأخير هو الخريط يجيب مشاهدات وهو هذا سبب استضافتنا لكم أنا عندي سؤال واحد مسألة نفسك ليش أنت الحيوان الوحيد اللي مشربين بيك لأن أنت متتربى وانت شنو أمي أبوية تربي نتة؟ أنا بالنسبة إلي كذيب أكتفي في هذا القدر لأن عندي حلقة ويا جاسم القناص ورح أحكي بيها كل شي نظيم عندك 30 سؤال جواب عليها بسرعة وبصراحة جاهز جاهز إش قد صار لك بالوسط الشعري؟ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو صح والطيني دوم نسبة شراستك من عشرة عشرة ها طيني دوم شون علاقتك بالشعر على المنصوري خوي الوحيد الأنصف مني شعراء انطيني دوم والسؤال الأخير اللي دائم نقوله بكل الحلقات وما قدر أعوفها هل قدمت تنازلات حتى يذكروك بالقصائد والطش؟ أنا لو دورت الشيء كان مو هذا حالي أنا ذيب أنا وفي الإسمي أهم شيء أبقى بهيبتي وكرامتي موسيقى نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج العاية بطيخ اليوم عدنا هواية مواضيع للنقاش وأك هواية أسئلة سألوني إياها الأصدقاء تحرك عقيل بس على كيف؟ سألوني الأصدقاء عن سبب غياب بعض الموثلين عن الحلقة الأولى طبعاً ما عندنا أحد طالع وسام موجود، رهام موجودة، أساور موجودة وراح تشوفون ظهورهم تباعاً بالحلقات الجاية جاية قاعد عقيل؟ أوكي نمر؟ جمهورنا الكريم أوكي؟ قاعد عقيل؟ دي أشرف دي سوي لكم هيتش؟ سوي؟ أوكي؟ سوي هيتش؟ رح فاصل فقرة سؤال الحلقة فقرة ثابتة وسؤال هذا الأسبوع وين راح البنزين المحسن؟ يعني بعد ما منا جاية؟ بسلامة أبو بطرس بسلامة وإحنا ليش وقت نبقى هيتش؟ متعوذة دايماً خطيئة السيارة من الأربع شدات الحديثة من ندير لها البنزين العادي تدري إش يصير بيها؟ المشكلة السيارات من الأربع شدات والخمس شدات والثمان شدات والاثنعة الشدة والأربعة عشر شدة لأن كل هن موالات تعوائل إحنا المواطنين العاديين نتحمل إذا صار هذا الوضع بس المواطنين الثانيين نتحملون المواطنين الثانيين الشوخ بالك إنت أبراهيم تصريحات وزارة النفط شو تقول؟ تقول ماكو أزمة وأنا مواطن فقير وكل شي أصدق أشغل سيارتي أشغل دبل إشارتي أروح للبنزين خانة ما ألقى بنزين يا باي ليش؟ ها منطنق قليل وخلصت بأول ساعتين بالنهار أعمل فيك إيه؟ أسأل البوزرتي بكل محبة أقول لي أقدر أفوّل بانزين موحسن يقول لي ماكو تريد فوّل عادي زين يا باي مو أخاف العادي مو زين صدقوني العادي مو زين أنا هاد الحاجة مجايبة من عندي رحت اسألت الفيتر والفيتر قلي وأنا مواطن بسيط وكل شي أصدق قلي ترى السيارة راح تتدمر من أين أتلقاها؟ من الفيتر من الكابريتر من البناتشر من اقصاط السيارة لا الله خالقني سميت ولا هاي العيشة كتحليل بسيط من مواطن بسيط أنا أشوف هاي الأزمة بها قصة بها لعبة من راحين قطع هذا البانزين المواطن راحين حصروا فراح يقول لي خلي فوّلها حتى لو ما يخابط فيقوم فوّل عادي ينهر يسوي ينهر يسوي فشنو وزارة النفط نزلت بيان البيان بس كل متين إجراءات إدارية هو هذا السبب إجراءات إدارية وان كمواطن بسيط بكل شي صدق سماعت إشاعة الإشاعة تقول هاي خطة حتى يرفعون البانزين المحسن ويسعون سعر 900 دينار شلون؟ وفي كل نظرية البترومي لحظة أوقف انت مواطن بسيط بكل شي صدق مو خلي أسولف لك العراقي استورد المنتجات النفطية من بره من إيران ومن الكويت تحديدا لأنهما صافينا موعدها القدرة على سد الحاجة المحلية تدري الأولاق هاي خربغانا خربغانا حيدا ويعيش الشعب العراقي طبعا الحكومة ما تدعم المصافي حتى يستمر الاستيراد وهنانا أكو حل بسيط والمفروغ نسوي من الزمان نجيب شركات استثمارية ونجيب مصافي ونفطنا نكررها بيدنا وينتهي الموضوع الله أكبر عليك لكن حكوماتنا المتعاقبة اتطبق نظريات اقتصادية تراثية جاي بيها من تراث العراق الله على تمسككم بالتراث شي سوون يطبقون نظرية اسمها أبيع لك ثلج واشتري منك مايبارد أبيع لك النفط أخذ منك فلوس أرجع اشتري من عندك المشتقات انت خططت إيدك با على رقطة الموضوع الله هي هاي قصتنا اللي تشبه كل شي موجود بحياتنا بالعراق احنا راح نورث الديون من جيل لجيل من جيل لجيل وبعدين راح يقعد الجد ويا حفيدة ويحشيل القصة بطريقة مؤثرة كلش أمور زرع إصلاح موضوع السلام عليكم ويجب عليكم إصبح حسنا تحوير موضوع 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 سلام عليكم عليكم السلام بس أدي استفسار بسيطة دعم السلس حمد انت مرحلات أولى هاي صحيح شوان رفوت مني لي يربوط أسف بس إنتين مرحلة آني هم مرحلة أولى لأك شو ماتي ربوت مو ما ما نتحاطها الصبح بس منضحكوا عليه نزعتها أنا على بليسي كشق الشخصيطة القوية وتعفو الظهن وانتين على ما نجاء قسم العلوم لو تربية أنا نجوا على البنوت بنوت ايه اذنوا بالمسلسلات فيروس وطيبة وانا جاء عليهم كلهم ماذا عليهم مسلسل جاي؟ انا جاء علي طيبة يا اكار اكترب طيبة جاء علي طيبة نفسها اوه زي الله واتعلي مسلسل جاي انا جاء علي فيروس علي هنديرين شا عجب هنديرين؟ وانا احب نسحل انا علي بنيتك اشق الشخصي تقوي وتعرف تنسحل مرخوصتك حبيبي ايه دس استفسار قول طيبة بيها مرحلة بالحقيقة لو بالمسلسة لا لا بالكلية والله ما اعرف اذا يتشذب على هالي 30 حلقة تريدنا نعرف والله صحيح المهلاق زين صديقي جلبي اقول لك انا اصلح اصير مثل له اي والبنات يتشي تعالكن علي لو لا خب انا اصير وسامو حتى بتعمت حملي المعاود لا تحرق احداث الدوام بعد نواء الحلقة قصد اواليوم المعاود حمزين خلصنا من الممعاونات الاعدادية راعد بصفوي وحمار لي وراي والريحة ما تدري مني ان تجيك اي والله انا همين اذا حمود التافي كان يوميا يجي بتأخر ويركض من بيتهم للرحلة اوالي زين بالصف شلون هم زين قول السادس والسابع اطلع انا عنا بليسك اش قتفتهم بالعطل شخصيتك قوية هاي شو كلش جدية مني او مسلسة الجاية هاي لو بنج عام لو كمامات وطن اي صحيح ولا هانا اثنين هلمار كاحلين لا بنج عام ولا كمامات ملاخص اياد راضي اي صح شوي ايده ثقيلة موسيقى 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 السلام عليكم السلام عليكم السلام بس الطلاب هي مرحلة لا مصد الزحلة مرحلة رابعة اه شو؟ ايه رابعة صحيح؟ صدداء؟ ايه اللي انا عنا بليسك اش قش شخصيتك قوية وتعرف بي مراحل وكل واحد بي وبرانسي بأربع سنين دقيق هذه شمدري يعني أنت وصلكم ثمانة سنين بالكلية يعني مية بالمية تعفون طيبة طيبة؟ يا طيبة؟ مستحيل يعني أعتكم هواي طيبة ألف العمد الله والشكر مبروك حبيبي بيتك شغال صافية الحمد الله ماكو هندرين هندرين لا والله ما عرفه هو لا نعرفه زين نسألهم على أي شيء زين باران أكبار واحد بصف الجامعة وصدوه تعرف صاير على طريق الطلبة وهي شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين نسأل شرح السويته؟ يعني ما عرف لو شوف غير جامعة لو اتجل سنة بك تطلع مسلسل جديدة أو شو دقيقة خصدك طيبة وهندرين اللي بالمسلسل؟ ربعا لا شنو هل ليش مدومين؟ هل عموث بايروس وطيبة وريد نشوف هندرين كل هنا ريد نشوفها مش عرفكم البنات بالجامعة مو كلن هيج؟ نفس المسلسلات؟ ترى هاي بس بالمسلسلات بالواقع ماكو هيج لا مستعيل شنو؟ يعني ماكو هيج بالمسلسلات لا حبيبي بعد هالرقام وجبته هل من؟ بابا شبيك انت بالميدان شن السالفة؟ هنان زميلاتك عادي طبيعي تحكو ياها وتسيلك وتجاوبها طبيعي حبيبي انا فهمك انت يجوز ممتابع ولا مسلسل بس هنا بالمسلسلات يوقفهن بنص السنتر قلطين الرقم لا دا احنا جدمرنا غير المسلسلات زين طيبة وين اقدر احصله؟ هم قللي طيبة حبيبي هنان الدكاترة حتى على الحضور يحطو لك درجة حضور ايش خمسطاعش حلقة ما لو بالسنتر لو بالمطعم حبيبي هاي بس بالمسلسلات بالواقع ماكو يش شي يعني هزتري تقنعني البنات اللي بالكلية كل المؤدبات؟ المكان بيزين وبيموزين اكو هنا هواي طالبات جاياتي درسا وبس يعني اذا اكو جموعدة موزينة مو معنى لكل موزينات يعني طيبة ماكو شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها 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 تعال يمي حبيبي تعال الشباب بتأقديم ماكو هنديرين اني كمواطن بسيط كلشي اصدق ليش كلشين قلوب ضدي احب شاعر يعتزل اشجع المنتخب يخسر حتى السيارة ماززبل هاي لحبها لتنظف شارعنا من تفوت تقطع وير المولدة ماتي ليش كل شي نقوله بضدي يلا باقي الاستكانة شاي الصبح وصوت الست فيروز ست فيروز شوان واحد يحب الصيف تخيل كل بلدان العالم تفرح من يجي الصيف لان يطلعون يسمرون بشرتهم ويركبون باليخوت ويفترون عالشاليهات واكوا بلدان حتى بالصيف عندهم ثلج تخيلوا خير اللهم اقعلوا خير انا في مكان واسع وكله ابيض فبيض الا احنا الصيف مالتنا يختلف تماما تخترف 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 علينا هس الحكومة عندها مشكلة افتهمنا انت عندك مشكلة للحكومة الثيناتكم اكوبيناتكم مشاكل ما يخال بس الحجش بيه ليش الوالد بالصيف ينقوله بمصمم ديكور طق المطبخ على الهول جيب الخطار على الطرمة الطرمة وسعها الخطار ضيقة اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه افرتك جماغك برصاصة جيزة رصاصة تضرف بممتك وترجع لسانة مهوك دي هس هذا كل ما يخالف انا مسامح بيه ما عندي مشكلة والحج يتدلل بس انا لدفتهم بشغلة واحدة لما المواطن يراجع على دائرة ليش يخلون الشباج مع المراجعة بالترك بطرمه اثنيين في اثنيين وفوقها خاللين القطعة الخارجية ما سبلت على الشباج ومو قطعة واحدة اكثر من قطعة ليش؟ منو خل القطع هناك ها؟ منو اللي يخل القطع هناك؟ انا عاوز اعرف من السافر ابني السافر اللي يلا ما يخالف كل شي يخلص المراجعة اخلاص الدوام يخلاص الطريق يخلاص ارجع للبيت طب بسبح جوادوش ساعة بثنتين الظهر وللمعلومات اخر دراسة منشورة شو تقول دولك اهم سبب لتلف الاحصاب كالتفاع ضغط الدم زيادة حالات الطلاق تقلص الهدوء داخل المنزل هو الحر الحر يخليك يخلي عيونك ترجف يخلي جسمك يتشنج يخلي عينك تنسد يخلي عصابك تتلف يخليك تصح يا أخي ماريد الشمس أنا ماريد الشمس يقول لك و الله шينو بقيته فيتامين دي صدق... و الله اروح للصيدولي اجب البيتامين حبوبه لأ اينش اقدر اسوي بدان ما انا انشيو بالصيف اجيب العظام نفسها اسلقها وااكل العظام فاشبع فيتامين دي مارد الشمس أنا جزائت بعد ماري زين العراقي ليش ما يشتري مولد كاتم يشغل عليها السبالد وشغل عليها البراد ويشرب مي بارد زلال وفي نفس الوقت ما بيها صوت زين ليش تشتري مولد خوب نسوي الوطنية ونفضها وإحنا هسه بعد ما حكينا هلقد عن الحر لازم نلتحم بالشعب لازم نروح نشوف معاناته بشكل واضح وبشكل ميداني أنا لقد تروح بس هاي سالفة لازم تصير باستطلاع ومنه صاحب الاستطلاع أنا صاحب الاستطلاع أنا لقد أروح بالاستطلاع مو أنا اللي أطلع بالاستطلاع لازم علاء الإبراهيم يطلع يسوي استطلاع فتب الوحدة بالثنتين بثلاثة الظهر كون متوصل للأربعة حتى ما يرتاح هنشوف علاء الإبراهيم بالاستطلاع علي فاضل داريتك منتل ما يبصيني هساني هساني يأمل بعض الاجتماع بالمحكمة أبو أبو شفت بالحر هذا العراقي ذا الشمس ما يطفى نوره لازم يعود بحاله مسوي على الاسوره طبيعة بربع رمان بطيف طبيعة بربع طبيعة بربع ليش هذي الاحتباس الحراري اللي يصير البس 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 الخمس فيها البس البس مواقف في الحر البس 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 شنه السكس وكال حضوة خمسمية بخمسمية 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 اليوم راح نعالج مشكلة جدا كبيرة خصوصا أصحاب الكيات وأصحاب التكسيات وأصحاب التكاتف موضوع اللي فاضل قل أريد نزر بكتفه بس شنقول عنا شنقول على باب الله ما نقدر نقول العالم يعني شي يقلك والله ماهي شي يقلك روحوا دادو الصدر تكيفون عطسات بالشارعكيد بأبو الكوسترات بيناتهم يتنافسون من واحد على الثاني على مدالف دينار كهرباء عندك؟ لا ليش عجب معنا؟ ليش ما تشترموه لذكاته؟ أسحب خط ذهبي 30 أمبير 40 أمبير يومي يتعارى الصباح ناشو بقيام إذا ما يعكلون بوكسين ثلاثة مسان العراقي من ترتبع درجات الحرارة يتعارك ما ما عنده تحمل بعض لأكل أقام تشذب عليك برأيك الحر يساعد على الحب وين الحب؟ ما تقول لي وين ما عجي هذا يا حب جايني برأيك يعني بالصيف ما يصير واحد يحب صيفوا الشيطة الحب أه واحد ما واحد ما يقولون الحر يسوي الواحد عصبي والله إحنا بدون الحر قاب وعدنا ناق واحد ما هاي هاي داخل تعال هاي أنت ممكن تموت على الحر تكيب إن صير حر اي 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 قولون العراقي ينقولوا بطيخ بالصيف تدق؟ بطيخ وغد كاكا بوقا شي يصير 500 500 500 ما ريد راتب بعد على الفاضل 2 بلف 2 بلف 2 بلف ما ريد راتب مال على الفاضل بعد 500 خمسمية 500 هاضي لوق للك سلبائة طرح طوعي شون شون صلح طوعي هي ترغصي اه هلا هلا طب عانني تعلّثت اللي هواي كلّام أقلّو عليه كلّام هويه واطلّب من الشباب ساعة لطيران أمي يتعدّون على شاب لابس خاولي الش�� skalama عليكم تعالو ليّ أقّال لتتشي شوّن كلم؟ شون تخّيّه؟ هذا جببار زواج ده شببار أيّ؟ بعد ما ما نزوج ما لكم نية الزوجوني؟ نا ما نزوجه ترى جاي هذا عينه زايغة ويطلع بالفرع يوقب برك ما نزوجه بويه اقل ليش هذا على فاضل كارحني ما رايدني ما عدري شماله قاتل نظامه طبال العر هذا ونصول لك على فاضل ما ترضيه ايه ايش خير عم زلم ما تصير بعيونهم الى هنا وصلنا سيداتي يا نساتي سادتي الى نهاية هذا الاستطلاع من خط الاستواء العراقي ساحة الطيران على الابراهيمي دوت كوم ابو ابو شفت بالحر شفت بالحر ايش حندك واقف هنا يا حبيبي يعني اعرف بك انت تعبان واليوم اول يوم بالريجيم منيش مقابل ثلاجة ومتعها بنفسك يا قلبي يلا حبيبي يلا يا تفاحد قلبي اش خلي الروح النام لا لا، لا أنت عبالي شو راح أضعف راح أكل؟ لا، أبدا، أنا قررت أنصر مثلها ماذا؟ أكيد أكيد أصر هيتي، بس يلا حبيبي يلا مش خلي النام؟ لا أنا راح أبقى هنا يا تفاحة قلبي، النين راح يطول عليك لي؟ 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 أنا راح أبقى هنا، وما راح أكل ولاء لكم أمو أنا خايف عليك خمسين مرة، سويت ريجيم وفلتة من أول ليلة أحتر من نفسك، إحنا شعب ما نخاف إحنا اللي دخلنا الآيس بوبجي أنا اللي سويت باج مع البوزرشية، أفتر بيه بحضر التجوال لا، تخصد ما الإعلامي؟ ما يفرق، أنا ذلاجة توقف بطريقي روحي نامي، أمني، رجلش بطل، سبع نسيت أقول لك، الثلاجة لقدامك، حاطت لها جهاز، تاكن نتفعي، نتفعي، راح تقول لي، أصبح على خير أنت من حال الخير، أمني، أنا بطل، 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 كيف هو عظيم؟ أناه، ماذاً؟ لي أكون ماذاً؟ رجل، أَمني، أرش بطل، أستطيع أن أعطى، أصبح أفقتها لأسنجا، أرش بطل، أرش بطل، أمني، أرش بطل، أرش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسر اللي طال عجل هنقر من القميص يعني البست شيرت اني صار حلم حياتي حلم حياتي اوقف على السريع ابدل البنشر بدون ما يطلع اضهري اوه فديت فديت البست شيرت تدرينا ان اقتناعت؟ سجاد لا تروح الحب خطر بساعة الموت وجوه سجاد لا تروح لا تروح لا تروح هذا الصوت من ينطلع هذا مو الحوار مو الحلقة الاخيرة مو المسلسل استيري سجاد لا تروح لحب خطر بساعة الموت جوه احمد هاتف من كتب هذا المشهد كان خايف كان جوعان والله مافتيم هسه الصوت من ينطلع انا انا جهاز الركض اذا رحت اكل لعد علي امن هتعب ولك اليوم ساعدين تركض على ظهري مو مشكلة باشر عوض هواي قلت لي باشر 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 والله الحظيم اذا ما عفت الثلاجي وجيت ركبت فوق راسي اعوف البيت واطلع اقل ليك اش التماخذ روحك بعينت شبيري متراح طلع بري باوع اذا اعوف اكاني لو يحطون عليك تشاسمات طحين لو شرون عليك هدوم ها حلوه هيت الحتشي لا اقول للمرتك لا عافية حباب لا تقول المرتك ما اكل هشو انت متستحين هو جوعان وانيت اللاجئ بيناتنا شعليك انت باعي ليت شو مفريز ترى اذا ما تحترمي نفسك اطلطش مجمع هلا هلا شوف مندي يحتيش بوعلك انت صاللك خطار عدنا يومين ولذلك انا محترمتك لا تخليني اطلق الشجر اللي جوعي شباب اهدوا ترى الموضوع ما يسوي حبيبي اطلع من الموضوع ما عليك روغل سريزك وتعال اكل اتعاب نفسك اهو شو اناني بهاي الثلاجة الضعطة نوع ستة مدر سبعة قديم باعي ليج انا اخلاقي ما تسمح لي اجاوبك لأني اهلي غبوني مناغت على ذلاجي لا عيني تشق الشرير انا هنا انا اساسية ابو البيت بني يروح لابو المولدة يقول لأني ما مشغل بس التلاجة شوف اش قد اني مهمة يا تاته واللي تشلوبي اتحاظ ما تشتغلين بالجهاز حماية هو منو عنده حماية بس انت والسياسي كان استحيت وبدو شوني شغلك شغلك يتركض بالناس يا عيني خلاص انا عرفت اش راح اختار راح اختار الافضل الصحتي مو قلت لكم راح اختار حسين شي الصحتي نعم نعم تتغطى بالبطانية دون حبيبي لا تخاف هذا كيتو يوم وين وصير مثلك كم يوم ونلتزم بالراتين مات الانسان الداخلي موسيقى ضيف اليوم شخصية نسائية من بين افضل الشخصيات النسائية العراقية لعام 2021 ومن افضل رياضين تاريخ رياضة العراقية مسيرة طويلة ومكللة بالنجاح دائما ومشرفة ورفعة راس ويايا دانا احنا فرحانين الرقم اللي صار حقا كمتابع للرياضة ما صدقت انه احنا ممكن نسويه رقم بظل هاي الظروف الصعبة فبدايتنا لدينا نعرف الانجاز بالكامل شون صار شون كانت المشاركة البطولة شون كنتي مستعدة متوقع هذا اللي صار؟ طبعا هو اكيد انا متوقع 100% بعد ما دخلت بطولة تركيا في بورصة نزلت تحت حاجز 23 فسوات 22-97 هذا اللي خلاني افكر بالتأهيل الولمبيات بالنسبة لميتين متر اما بالنسبة لبطولة العرب فهو كان تخطيطي من قبل سنة ونص انا دخلت مثل ما نقول بقوقعة ردت اكون انه او ما اكون لانه هاي التأهيل مال الولمبيات يصير كل اربع سنوات ولك وقت محدود اذا ما تسوي التأهيل ممكن تروح على الكوتا المجانية فاني رايح امرتنا على الكوتا المجانية فرايدة هاي المرة احقق فد انجاز واللي هو حلمي انه انا اروح بزودي وبتعبي والحمد الله وشكر انه انا هذا الشي حققته ووصلت له بكل جدارة مبعد ما دخلت معسكر تدريبي في الشمال اربيل وكانت تدريباتي جدا مكثفة بس الحمد الله انه ما راح هذا بشاط انه التوجه في شي حلو زيان هاي التفاصيل كل اللي احتيت لي اياها هي تخطيط شخصي بس لو اكوا اسناد من قائمين على رياضة بالعراق انا دخلت معسكر في اربيل انا والمنتخب تقريبا 25 يوم بس قبلها انا كنت بس اليمنية على حسابي الخاص وقبلها في اربيل ساعدني نوعا ما الاتحاد وبقيت اليمن ببغداد اتدرب وفي ساعة اللي يكون الملعب مزدود انا اتدرب مثل ما نقول بثيل ودائما انا اروح للشمال لانه ملعب يكون مزدود قاعة الحديد تكونها مزدودة فنقدر نقول انا ساندت نفسي بنفسي كثرة الكلام حبيت اقدم لهم في شي بوسيط انه الامرأة العراقية امرأة قوية قادرة تسوي كل شي من بعد ما سمعت حاتشي هو انه دان حسين انتهت انه كبرت انه بعد ما رح تنجز فصدموا هذا موضوع ما لا علاقة هذا شي يعني سبحان الله هو البشر مني تقدم بالعمر فكفاءتها رياضية قل شون عانت القدر والفيزياء والاحياء والجغرافية طبعا هذا الموضوع حتى هناك يقولوا انت خربتت كل شي بس تعرف انه هذا بس عندنا بالعراق يعني احنا لو رح نشوف جامايكا وامريكا يعني عمرهم نفس عماري يعني 35 سنة 36 بس مو الكل يعني نخبر بس انا رب العالمين وفقين الحمدلله وشكر تدريباتي كانت مستمرة ولا مرة انا قاعدة حتى فترة كورونا انا اتدرب كافحت وتعبت وضغطت على نفسي والحمدلله وشكر تقريبا اني سنتيا اني اني دخلت بنظام غذائي اتغيرت حياتي لـ 360 درجة ركزت على حديد اكثر صار اكلي اكثر صحي نومتي اتغيرت كل شي اتغير يعني حياتي 360 درجة اتغيرت فصار انجاز عالي جدا اذا تحتاجين مدارة بعدنا حموش مدارة ممتاز يعني يعني هو محافظ على وزن الفريق بالكامل لا دي يصعد ولا دي يصعد يعني الحمد لله بشكر زينان انا ديسل السؤال بعد ما صار هذا الانجاز نعم اكو ردة فعل من الحكومة العراقية من القائم على الرياضة يعني بدأوا يحسون انه لا لان احنا هداما بالعراق لازم يعني المبدع يجبر انه هو اللي يلفت الانتباه صح ويخلي الاخرين اهتمون به صار اكو تحرك يا ابا تعالي انت راح تنسين بالاولمبيات واحد اثنين ثلاثة راح احصل كذا وكذا لو بعد الموضوع لا بعد 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 لحد الان ما اكو كل شي واني عقب باشر ان شاء الله يوم الخميس راح اسافر على تركيا لمدة عشرين يوم نقدر نقول فترة انتقالية المحافظة على المستوى اللي عندي رايد احافظ على الانجاز اللي عندي لان تعرف اني ستسلسل على العالم ارباطعش من بين مئة وتسعين لاعبة فالحمد الله هذا انجاز بحد ذاته ما صار ولا طبعا انا من قريت انا من قريت يعني انصدمت اي فممكن ان ان شاء الله من بعد المنافسة راح يكون تسلسل افضل ووقتي افضل انا البرحة تسلسل بطولة بجامايكا فصار تسلسل افضل تاسع انا متقاربين يعني الامريكية 22-47-43-40 فاني متقاربة جدا وياهم بس ممكن لو اني شف الدعم خاص الي من الحكومة انا اوقع على مدالية بس يعني مع الاسف انه لحد الان نقدر نقول ماكو في الدعم الي يعني بعض الاشخاص نقدر نقول هما كانوا مصدومين انه دانا شانو سويت التأهيلي وبعض الاخر شانو متوقع مثلا انتهاء البلء انه حانو نتوقع انهو نسوي التأهيلي لان هما كانوا مواكبين مسيرتي الرياضي احنا لعبتنا لعبت ارقام فما تقبل القسمة على ثانها هي معروفة هذا انجاز مو سهل يعني احنا كل تاريخنا بالاولمبياد هي مدالية وحدة رباء عبد 1676 بروما أذكر يعمى يعني مو بسهولة واحد سوى مدالية بضبط يعني بواقع الرياض العراقي صحي تلنا قريبين مرة بالمنتخب من لعبنا بأثينا وصلنا يعني شون واحد يقوف هاي الفرصة يعني ممكن واحد يجيب مدالية بالضبط يعني هم لو يوفروا لي والله العظيم لو يوفروا لي الشيء اللي أنا يعني أنا يريده أنا وقع على مدالية الأرقامي جدا متقاربة ببطلات العالم زيش مقورتي أكيد لأنه هذا حلم أي رياضي يعني يوصل للمدايا الأولمبية أنت شمحتها بالضبط بسبب واحد لأنه هسه إحنا مباشرة ليشوفونا أهم الناس اللي موجودين بالحكومة واحنا عدنا استعداد ننزفهم حرفيا ننزفهم إذا ما ساعدوش شن اللي محتاجتها بالضبط أشوف هو يكون إلي دعم خاص صراحة أنا باقي لي شهر زيش يعني شهر للبطولة وتنطلق المنافسات يعني أنا يحتاج لي مثلا معسكر مو تركيا يعني لازم أكوناني مكان قريب يكون على توكو على الأجواء مال توكو طبعا لازم يكون عندك قادر خاص بالمساج بالمكملات الغذائية يعني هاي كلهم أمور أنا مفتقدتها حاليا صراحة يعني حتى المساج اللي ياني شنة تلقي صعوبة لأن تعرف لازم كادر نسوي مختص بيك حتى تتوصل مثل للسباق العفو أنت تكون مرتاح عضلاتك جاهزة فيطلب لي دعم خاص يعني إذا كانت حكومة ووزارة الشباب يعني أنا هذا الشي ما شفتها من 2011 أنا كان عندي لقاب أسرع عمراء عربية هذا الموضوع يعني شنو مبررات يعني أنت بقدم طلب مثلا حاجة شنو مبررات بشي يقولون يعني؟ أنا مقدمة أي شي لأنه إذا ظلت طالب وطالب طالب حيصر محول الموضوع صراحة لأن أنا قلت لك أنا هاي السنة حتى التغذية اللي أنا أضغذية من عندي يعني مروات بي اللي أنا أتلقى من المنتخب أو من النادي كل من حسابي الخاص كل يتأقلت لك بس المعسكة اللي صار بأربيل هو الاتحاد قام بالمدة 25 يوم إحنا بقية المنتخب بس بقية الفترات يعني أنا قام بنفسي بنفسي زين إحنا معلومات ضعيفة بهذه التفاصيل هو الوفد اللي راح يروح الطوكيو أصلاً يمثل العراق كم شخص يعني إحنا عدنا وفد راح يروح كم رياضة راح يشارك لأنه بالأخير المفروض هم مراهنين عليه جساً بدرجة الأساس الباقين إحنا ما يعني بكرة قدم ما عنا مشاركة أعتقد بالسللة بلاه ما عنا مشاركة فهم كم واحد راح يروح هم معلماً مراهنين يعني اللقاء من على رياضة شوفوا أنا الوحيدة لمسا تأهيلي الباقية مو تأهيلي إحنا مكنا أربع رياضين آني ورد قوس وسهم وعداءوا يا يطاها ساحة وميدان وواحد أتقال الباقية راح ين كوتا إحنا ما أدري يعني أنا كلش حزين من نهاية اللقاء لأنه ما شني تريد يش تنقهرين لا نوفا بالعكس بالعكس راح يش تفتخرين أكيد إنه إنتي اسم راح يبقى بتاريخ رياضة العراقية آني أشكرك اللي سويتين نفسك قبل ما تسوي العراق هذا الشي موسهل أكيد حمد ومو أي واحد إذا لسردانة يعني كواهي ناس أئيست والإحباط أخذها وخلاها أصلاً تبطل صح لكن أنت بطلة مو بس بالساحة أنت بطلة برا الساحة تسلم وقدرت تتسوين هذا الإنجاز العظيم وتمنالك مدالية وأحنا وياك بأي شي شكراً حتى لو يعني هاي القضية نعتبرها قضية رئيسية بالمرنامج إنه دائما نظل نسأل صاروا يا داني إنه دانا مو تمثل لا تمثل الحكومة ولا تمثل الوزارات ولا تمثل الاتحاد هي تمثلنا إحنا تمثل الناس تمثل الشعب شكراً داني شكراً إليك شكراً إليك شكراً إليك شكراً إليك شكراً إليك بداية خلينا نتذكر محاسن جدي الله يرحمه ليو كان أيقونة الجدية بالعراق بس هو كان عار و الله يرحمه العالم كلها يذكرها إخوان مهنة الجداوة بالعراق بخطر وأنا اليوم جمعتكم خطر نلقى حل أنا لدي أعتراض شلون أتحب أقوله وانت قاعد شكراً مشكور احنا اللي لازمين نتجدي بهذا البلد واحنا نعرف الربع وين يروح واليام جدي هذا حالنا هي شي يصير بنا مع الأسف وشين المطلوب؟ احنا اضررنا هاي لازم نعيد توزيع المناطق شلون يعني؟ احنا لازم كل واحد ياخذ حقه ونبتكر طريقة جديدة بتزديد تشمسه بروحك حتى هنا بالاجتماع الجدي والنوب قلب الصينية ما تداطلي ظلوا وقلدوا عليا ونسيتوا انا اول واحد سوا دوري فيات عمرية بالجدية براعهم ناشئة شباب اتحاد الطابلهم سوا مثلي كان صعدوا كأس العالم مو يخسروا من جزر القمر كلكم قلدتوا عليا بالبداية وبعدين سويتوا وقلدتوني خلاص الوضع راح يبقى مثل ما هو وكل واحد راح يبقى يجدي بمكانه وواحد يحب الاخ خاطر ما ينطبق على المثل يقول ام جدي ما يحب ام جدي يعني اتا تحبني لا اخوان انتم اتا تحسون بي انا اجد بساحة الطيران يعني تدرون انتم مركز شرطة يشتغل علي لكم انا وصلت بي درجة اتلتة مو اجد ايه بس انتم مركز المدينة هذا ليش محسسنان بتقسيم لك بابا انا بساحة الطيران لك اجدت المظاهرات ضليت سنتين قاعد واحنا كان شغلنا بس الجمعة والجمعة اللي غد بس انتم استفاد زاهي وموسيحجان خينيكس حتى هذا اللي عليش تدبوه بعضنا العالم بالسيارات لك مابا هاي قابل لكم المصلحة خربة تدتوا ليش ما تفتهمون طبوا بيها دخلاء لكم حتى الخريجين قاموا يشتغلونه يعني لا انا اكثر واحد ما اضرر بكم شلون اتحب حتى الضرارة؟ منتقها عد انت دابيني على المستشفيات وكنا نعرف الواقع الصحي بالبلد اللي يطب مريض يطلع بتابوت فلو تغيرون الواقع الصحي لو تغيرون مكاني يا اخوان الوضع متأزم يعني هسه انا اجنتي بشارع الاميرات بس ما محصل شي ايه بس يومي واحدة من البلوغرات مصورتك وشن الفايدة يصورون السنابات وياي وما محصلوا على فلس بقاطش ومجد بشارع الاميرات وهم يجين بس يصورونوا اسنابات وكل شي ما محصل هلو هباي منكم ما شون مجدني اوي كون حبيل وأني كل شي ما محصل احنا شغل جداه واحدة مدا يجيب هما اش رايكم هو مضيف ويان نشل لا انا كلش ااصف انا مجد محترم انا لو ردي اصير نشال كان اشتغلت بالسياسة وقل جات نظر لا! عند اعتراض راح اقوله انا واقف اخوانا انا لازم اطلع من الاجتماع حسي انا بيتنا بعيد وطرف اصعب ايه مبايع محفظتك وعندك مريض لك جايش سوينا عين اذن السؤال فاقعد قعد زين ليش ما نرجع الزمن الجدي الجميل الله الله يروحمك جدي كان اقدر مجدي بالمنطقة كان يبقى شهور ما يسبح حتى يطوي اداء واقعي ليش ما نرجع للخطة الكلاسيكية بنات اثنين يوقفن بباب القراج ويفوت اي واحد للصح العليل يا ولد يا حلو بس من رخصتك تعالي شوية امنة عافية ما عندك كروة ريت نرجع لهم نبيتنا بعيد ويقطننا البنات يفوتن بقعدة يخربن هنو بفوتن لجي ديه انت من قعدنا لي هاسا ساكت شين قضيتك هاني ساكت لانتظركم تكملون مشاكلكم التاثة وحشي مشكلتك شبيرة لما لها حل خاليني اجدي بالمنطقة الخضراء والجماعة ماكو شي ما نفسونا بيه اسلى بيسلبون اجذ بيشذبون وهسه راح ينافسونا حتى عالجديه راح ينزلون للشارع يجدون اصوات لحظة انا اكثر واحد مضرر بكم شلونة تحب حتى الضرر؟ اكتلتني وانت قاعد انت متأخرت وتريد تروح واشتكيت من المستشفيات نطيناك الجامعات هميني كل الصح والدللنا الدلالة اي واحد تلقاه واقف وايبني اروح لا حرجك قدامه الله يخلي لك حبيبتك الله يزوجك اياه الله يجمعكم ببيت خلوهم يدرسونه اولاين وين اروح الجدي بالكلاس ووم؟ لو افتر عليهم برا واضط باوع حتى ابتكار ما اعدكم انا وصلت مرحلة مشاغل مجادي ع القطع اول ما ينزل الراتب تلقاه جدي بباب السنط والتفل المتسول ما شايفين بس العفو اكولك زيزات برا طابقة هاي لكم بياضة 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 العلاقة بخير بختام الحلقة تابعونا على مواقعنا بالتواصل الاجتماعي باليوتيوب خالي نكبر الحلقة العداء دانا حسين وهذا مورد على الناس اللي قالوا ليش خليته يعقوب او ليش استضافيته يعقوب انا مرد تحكي عن الموضوع شكت حلو العراقيين انا مرد تحكي ويحكي ورا ليش لا تحكي تم مرد التحكي انا مرد تحكي عن الموضوع بالطريقة العراقية بس اريد انوه انه احنا داخلينا دانا فمو معناها استضافة يعقوب كانت غلط بالعكس يعقوب من الناس اللي انقرضوا بالعراق ماكوش نوعية بشر بعد ماكو ناس بهاللطافة والضرافة والبراءة وهذا النموذج المقبوط اللي واصل لسن 35 سنة بدون ان يتزوج او يشتغل قدر يحقق نجاح للمعلومة للناس اللي خطيئين قهرة وكلش على اصحاب المحتوى يعقوب منقدم محتوى مسيء انا ما مستضيف شخص مقدم محتوى مسيء ودورنا بالبرنامج احنا نسلط الضوء على الناس اللي حققوا انتشار اللي نعرف ليش هم منو يستحقون لو ما يستحقون هذا هدف البرنامج اما الموهوبين فعلى راسي واتمنى لهم النجاح دائما بس اكو برامج خاصة بالموهوبين مثل برامج الغناء او برامج التمثيل هاي برامج طلعت في العراق تسلط الضوء على الشعر على الغناء هذا مو لا يتبطيخ احنا بو لا يتبطيخ عندنا كل اسبوع كل شهر تظهر حالة فريد نناقشها فاحنا نشوف دانا تستحق النقاش لان هي بطلة وراح للأولمبيات بدون اسناد وسوت هذا بسن اخترق الطبيعة شوية مو بس هذا سوتها من جبها الخاص فاحنا رد نحكي ليش وش راح يصر وياها لان موضوع آني ومو بس لان هي موهوبة فيعقوب خوش ولد ويستحق النقاش واحنا لازمنا ككادر برنامج مصرين على ان استضافة يعقوب كانت شي صحيح واحنا فرحانين انه تعرفنا على يعقوب عن قرب والمعلومة حتى مو يعقوب حتى لو قدرنا نحصل الشخص اللي نسوي هذا الفيديو هو وزوجته مدري هذا تمثيل مدري صدق يعني بوضع حميمي لو نحصل انه نسولف وياه هم نسولف وياه كافي مثاليات كافي ضم راسك بالاتراب دروح شوف الاخبار ماكو اسبوع يعدي اذا ماكو وحده كاتل رجله هي وعشيقه او واحد كاتل اهله كاتل مرته واولاده او واحد سوي الموبقات وزن المحارم مع عائلته والتدخين والادمان وهي التفاصيل كله فلضم راسك بالرمل شوف الحقيقة وواجهه خنفتهم هذا تجيل وين رايح وشون دا يفكر هاي مهمة البرنامج والموهوبين نحن نساعدهم بالف طريقة مو بس احنا كواناس يساعدوهم والموهوب الحقيقي هو اللي راح بالاخير توصل موهبته وما يصحل للصحيح اما يعقوب وكل الناس اللي محتاجين تسليط الضوء وفهم جدي سروياهم فهذا دورنا بالبرنامج شكرا شوفكم حلقة جديدة فيما الله شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة